أنا من أي حد لأن مصر دي ما فيهاش حد يتخاف منه مصر لو كان فيها ناس بتخاف عليها فعلا ما كانتش الناس تموت وما كانتش العيال تموت فإتحف سلوك الكهرباء معدومة ومنفوخة من قدر الكهرباء وإنت بطلع تتكلم وتقول إن إحنا مناش دعوة باللي بيحصل ده أمان مين اللي ليه؟ الأسور اللي انت بنيها دي انت 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 عندك عمود واحد من اللي بيكهرب دي انت عندك سل الميا اللي مبني ده حسبي الله ونعمة الوكيل فيك أقسم بالله العلي العظيم حسبي الله ونعمة الوكيل مشاهد مهينة والناس في بلدي تشعر بالإهانة والاحتقار وإنها بلا تمن أرخص حاجة في مصر المصري أرخص حاجة في مصر المصري أرخص حاجة في مصر البناء آدم نعود مرة أخرى للبنان التي تواصل تحدي القمع اللي بيحصل ضد شعبها موسيقى 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 كله مباشر كله مباشر كله مباشر كله مباشر الاشتباكات في جسر الرينغ بلبنان كانت قوية لكن صمود الثوار امام هذا الاعتداءات ايضا كان ملهما نعنا عنا حقومة طالبة بدنا نعيش ما بدنا نسير ولكن رحمونا عموا قبرتنا وبعض بتكوني هنا فل الموت سمونها للموت بساكس 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 حسن نصر الله الامير العام لحزب الله اللبناني هجم ايضا حراك الشعب اللبناني ووصفه بانه غير سلمي ولم يعود حراكا عفويا ورفض فكرة الانتخابات المبكرة او حتى استقالة حكومة الحرير اليوم هدا الحراك بنشاطه اليوم بشعاراته بموافه اللي عم يصدر عنه لم يعد حركة شعبية عفوية والشباب اللي عم ينزلوا عالميدين وعالمظاهرات بس يعرفوا انا ما عم بطلب منه شيء على جمهور المقاومة بخلي الخطاب بالاخر اليوم الحراك صار فيه حالة تقودة احزاب معينة معروفة انا ما بدي سمي اليوم وقوى سياسية معروفة وتجمعات مختلفة معروفة باسماء وباشخاصة وفيه ايضا اشخاص شخصيات مؤسسات معينة لم نقبل باسقاط العهد ولا نؤيد دقيق لا نقبل باسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا نقبل الان في هذا المعطيات والظروف بانتخابات نيابية مبكرة لانه هذا موضوع معقد نحن عم نحمي البلد نحن عم نحمي البلد من الفراغ من الفراغ الذي سيؤدي الى الفوضى والى الانهيار ونحن عم نتطلع على ابعض من البعيد نحن ديننا واخلاقنا ومسئوليتنا نحمي بلدنا وناسنا واهلنا وشعبنا لانه هودي ناسنا واهلنا الله يرحمه سعيد صالح لا قطي الفولة من بدري قال له ابو ابوك هيسيب البيت وياخد معاه الفراغ قال له الفراغ اللي يدي قال له لا الفراغ سيب فراغ قال لك الفراغ نحن الحاكم الحقيقي اللبنان سواء من الرئيس اللبناني والكلام اللي بتاع ده قال لك نحن بنحمي البلد من الفراغ في عدم وجودنا نحن او الفوضى ايا بص هي نفس الجمل هي نفس الجمل بنحميكم من الفراغ بنحميكم من شر انفسكم نحن اللي عايزين مصلحة البلد رئيس اللبناني رئيس اللبناني الرئيس وكأنه وكأنه الرئيس اللبناني مشي العون تكلم ايضا عن الحراك اللبناني بصورة غريبة جدا قال لك التظاهرات لن تسقط النظام سقوط النظام مش من الميدان من حسن نصر الله دي من عدد سمعت كتير دعوات تدعي لإسقاط النظام نظام يا شباب ما بيتغير بالساحات صحيح نظامنا صار بده تطوير لأنه صار له سنيين مشلول ومش عم يقدر يطور حاله ولكن هالشي ما بيصير إلا من خلال المؤسسات الجستورية وكمان حان الوقت للتغيير النموذج الاقتصادي طي يصير منتج ويخلق فرص عمل دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين أنا حاضر التأي ممثليين عنكم بيحملوا هواجزكم ونسمع مطاليبكم تحديدا شو هي وانتو تسمعوا منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي شو لازم نعمل سوا حتى نحقق أهدافكم من دون منسبب الانهيار والفوضى